وحظي تكليف رئيسي الجمهورية والوزراء بمباركة عربية واسعة وارتياح أوروبي وأمريكي ودولي حيث جميع ردود الأفعال مثلت دعما واضحا للحكومة الجديدة على غرار تأكيد صفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي بدعه ذات رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني لاسترداد هيبة الدولة وفرض احترام القانون وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق مؤكدة التزام الولايات المتحدة بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة يستبعد المراقبون أي تأزيم مستقبلي في علاقة واشنطن مع حكومة السودان نتيجة الاختلاف في أولويات المعالجة بين قوى الإطار التنسيقي والإدارة الأمريكية مؤكدين أن خلافات النووي الإيراني ستبقى بعيدة عن خيار الشراكة الأمريكية العراقية خاصة وأن قضة المشهد لم يدخل في قطيعة مع واشنطن